موسيقى المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف جدارات انطلقت بشكل رسمي برعاية مع الوزير الموارد بيشارية وكان لها صراحة يعني تفاعل جدا كبير مع القرار مع الخبر الذي نشر وعلى الميزات التي اليوم شاركتها المنصة هي اليوم تعمل على ربط الباحث عن عمل مع أصحاب العمل توفير الفرص الوظيفية الموابع بين احتياج المنظمة وبين المستفيد اللي هو صاحب الباحث عن عمل وسيط يعني هي اليوم منصة وسيطة بينهم طبعا المنصة انطلقت بموج بقارة مجلس الوزراء انطلاق مبدعي كانت بمسمعها السابق في 2021 شهر فبراير الى المرحلة اللي احنا اليوم انشعرناها من خلال اطلاق الرأي الحفل مع الوزير الحمد الراجحي وجدنا انها مرت في عدة تجارب تطويرية المرحلة الأولى كانت دمج البيانات وجمع البيانات من منصة طاقات وجدارة المرحلة الثانية كانت دخول وايتاحة الفرصة لعرض الوظائف من القطاع العام والقطاع الخاص المرحلة الثالثة واقمت بين اللي هو التقنية والذكال الاصطناعي لمؤامة المدخلات والمخرجات لها ودقة البيانات المنصة يعني خلينا نتكلم اليوم عملت بشكل جدا كبير من قبل اطلاقها على الاستطلاع الرأي واخذ المشورة والتوصيات والاستطلاع الرأي بشكل يعني كبير جدا من أصحاب القرار وصناع القرار والمختصين في سوق العمل إن كان في القطاعات بشكل كامل القطاع العام والقطاع الخاص يعني المنصة اليوم نرى إنها لم تطلق بشكل جدا بسيط وليس كان جهد بسيط لإطلاق منصة ضخمة بهذا النوع نجد لها مزايا ولها إنجازات جدا كبيرة نطلق لها إن شاء الله معكم الآن هذا كأنك قاري السؤال اللي كنتم أقوله لك الآن ومش ميزتها كمنصة ضخمة وطنية جدارات سواء للموفرين فرص العمل أو حتى الباحثين عن العمل اليوم المنصة أتيحت سهولة الوصول للوظائف يعني لو نرجع اليوم للقرار لإطلاق المنصة هدفها وإيش الهدف منها تسهيل وصول الفرص الوظيفية وتمكين الكفاءات البشرية ووصولهم لكافة الوظائف في مناطق المملكة نجد من خلال إطلاق المنصة إلى اليوم ساهمت المنصة في توظيف أكثر من 114 ألف مستفيدة ساهم في دخول القطاع العام والقطاع الخاص أكثر من 48 جهاز سجيل نجد اليوم على أرض الواقع هناك أكثر ما يقارب من 70 فرصة وظيفية من مختلف التخصصات والوظائف بين القطاعات بشكل كامل طيب هل أصحاب وأرباب العمل من الشركات ملزمين بإدخال وظائفهم عن طريق جدارات؟ ممكن أن أوظف شخص بعيدا عن المنصة صح أو لا؟ صحيح هل يفترض علي أن أنا صاحب شركة؟ لا تتوظف عن طريق جدارات؟ هو حتى الآن لم يصدر قرار ينص على إجبار أصحاب العمل القطاع الخاص أو القطاع الشبح حكومي بإدخال وظائفهم بشكل إجباري بس كده ما رح نستفيد شيء؟ نحن نتمنى أنه خلال الفترة القادمة صراحة أن يكون فيه تنظيم أكثر إجباري نجد خلال الفترة السابقة وجود شركات توظيف ولو رجعنا على قارة التعديلات أطرقتها وزارة الموارد البشرية منعت من خلال فرض غرامة تبتدي من 200 ألف إلى 500 ألف على من لا يوجد لديه رخصة للتوظيف فنتوقع أن هناك رح يكون خلال الفترة القادمة أنا أتوقع كذلك تنظيم بشكل شد كبير لها صراحة لأنه إذا لم يكن هناك إجبار لهم معناته لا يستفيد من شيء كل الواحد يوظف عن طريقة وخلاص تعالى العزيزة كنت أقول أستاذ صالح ترى أكبر مستفيد من هذه المنصة ما نغفل عنها هم أصحاب الشركات وأصحاب القطاعات لسبب أول شيء أنت بتختصر علي وقت البحث عن موظفين وإعلانات وإرسل واستنى إيميلات وفرس بينما في جدارات حتكون متاحة ويسهل عليه موضوع تسريع رفع النطاقات عندها يعني في موضوع رفع النطاقات تواجد السعوديين بشكل أفضل على مدار العام السوق العمل اليوم فيه توسع جدا كبير وانفتاح وإتاحة وطرح للفرص الوظيفية بشكل جدا كبير المنصة الوطنية الموحدة للتوظيفة اليوم ستساهم بشكل جدا كبير لوصول الوظائف لعدة مناطق وأتوقع أنها حتى الآن يعني جالسة تمر في مراحة تطويرية يعني ما أتوقع أنها ستقتصر على هذا التطور التي وصلت له لا حتى الآن تستمع وتعمل على تطوير المخرجات لها لتواكب احتياج سوق العمل لذلك وجود المنصة الوطنية الموحدة اليوم وإطلاقها رح يساهم لوصول الوظائف ليس فقط للرياض أو المنطقة الشرقية وجدة لا رح توصل لعدة مناطق المملكة مما يتيح غالبية الجهات اليوم نجد في منطقة الرياض ورجعنا على مكاتب وشركات التوظيف التي تعمل على أفضل ممارسات عندنا بشكل جدا كبير في منطقة الرياض لحكم وجود الفرص في شركة جدا كبيرة المنطقة الشرقية نجد فيه شح في هذا المجال فوجود المنصة اليوم الوطنية الموحدة للتوظيف ستساهم في إتاحة الفرص بشكل أكبر ووصول المستفدين أو الباحثين بشكل كبير لذلك المنصة ستكون بشكل جدا متأكد منها دائمة وممكنة لوصولها للوظائف للمستفدين أو اليوم لهم حاجة شكرا لهم تذكر ملفات العلاقية ملف علاقي وتروح طبعا يمكن في كثير ناس من ربها التجربة ملف علاقي وتقعد الدور على المكاتب يمكن حتى بعد كثير من المنتجين في حلقات درامية يتعرضوا لهذا الموضوع الآن كثر خيرهم في جدارة أنه يعطيك على طبق من ذهب بس اللهم أنت ضبط سيفيك خذلك دورات والأول أنه كنا ندور في كل مكان تقعد تنتظر بالسنتين وبالثلاثة اليوم عبد العزيز فعليا طرق البحث عن الوظيفة ليست مقتصرة فقط على المنصات أنا دائما أقول للبحثين عمل أشغل وقتك ولا تقعد في البيت أطلع للمنظمة قدم سيرتك الذاتية حاول أنك تلتقي من مسؤول التوظيف حاول أنك تصل للبريد الإلكترالي من خلاله أدخل على منصة لينك دين منصة أكبر منصة هي الآن تربط الباحثين عن عمل مع مسؤولين التوظيف أو مع الممارسين في سوق العمل المنظمات ادخل لهم تواصل مع حساباتهم الشخصية بعمل السبب كل الأسباب عشان توصل تقدم على المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف ادخل على الموقع الإلكتروني للشركة التي ترغب الانضمام لها تجد الوظائف لا تجعل فقط عن طريق الموقع الإلكتروني أو أمتل ترجمة نانسي قنقر